مساء الورد ومساء الفل على عيونكم أحلى مشاهدين وأحلى متابعين في الدنيا لكل الناس اللي سألوني على السر الخروب وإزاي بيطلع معاك أحلى من بتاع المحلات وإزاي من غير ما تضيفي لون ولا حاجة النهاردة هقول لكم على الطريقة بتاعة الخروب طريقة جميلة خالص وأنظف المحلات وأطعم ويا رب تعجبكم ويلا بينا نبدأ في البداية هنسمي ونصلي على الرسول وبعدين هنجيب حلة على النار هنضيف لها كمية الخروب وكمية السكر كبية خروب وكبية سكر هطلع معانا لتر لتر من الخروب دلوقتي أنا هضيف كبيتين من الخروب وكبيتين من السكر أنا كنت نوية في البداية أعمل لتر واحد فالعيال لقيتهم قالوا لي لأ زاودي كمية فعملت لترين يعني كبيتين من الخروب وكبيتين من السكر وهبتدي إن أنا أشوحهم على النار على النار هادية جدا كده هيطلع معانا الخروب مزبوط لأنوا عايزينهم بسكر شوية يبقى كبية ونص من السكر للتر الواحد وهفضل أقلبهم واستمر في التقليب ومش هسابهم على النار خالص علشان لو أنا سبتهم ممكن يتحرق وهيبقى ممرر بعد كده زي ما انتو شايفين كده بدأ لونه اللي هو يتغير وأهم حاجة دا أنا هستمر في التقليب وما سبوش زي مقتلكو هادس أنا مش هسيبه يتحرق معايا على النار هنفضل نقلب برده كده لحد ما نوصل للدرجة اللي هتشوفوها معايا دلوقتي عايز أقلوك إنه مفيش حد دا الخروب بالطريقة بتاعتي إلا وسأل واستفسر عملات إزاي الطريقة لازم تقلدنا على السر بيطلع طعمه حلو جدا فأنا حبيت أناس للفيديو عشان كل الناس اللي سألتني وكل قريب وحبيبي وأصدقائي الخروب بتعملي إزاي فهنقلوك على السر فيه شايفين السكر بدأ يتكرمل إزاي والخروب بدأ يتغير لونه برضو كل دا أنا مستمرية في التقليب ومش معالية النار بص الدرجة اللي وصلت لها متحرقش معايا وهبتدي أضيف لترين من المياه أنا زي ما قلت لكم استخدمت كوبايتين من الخروب معهم كوبايتين من السكر بيعادل لترين من المياه فأضيف المياه وهغطيهم وهسابهم على نار متوسطة لحد ما يغلي معايا لمدة 10 دقيقة كده أربع ساعة يبقى كده خلاص خلص معايا هصفيه بقى بالمصفة العادية اللي في البيت مش هحتاج شاش ولا حاجة لأن ده مش بودر هصفيه ولما يبرد هعبيه زي ما انتو شايفين كده وهو طالع معايا عايز اقولكم ان انت هدوه أحلى خروب أحلى من بتاع المحلات كمان وأنضف وفي المحلات بيضيفولو لون طبعا عشان يديله اللون الغامق احنا عملناه من غير لون ولا اي حاجة ويا رب يعجبكم ورمضان دايما يجمعنا وكل سنة وطيبين يا ريت لو الطريقة عجبتكم شير ولايك وكومنت حلو من ايديكم واشتراك في القناة علشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول وشكرا لكم ضمتم في حفظ الله بحبكم في الله